اشتركوا في القناة بتثبيت أقدمها في سراقه القصة الثانية سورية أيضاً وفي التفاصيل أردوغان يبتز أوروبا بموجة تحمل ملايين الرجئين فواضيتها ترفض الرضوح والمانيا تعتبره ضغطاً غير معروف أما القصة الثالثة من العراق وفي التفاصيل عبد المهدي يعتذر عن تسيير أعمال الحكومة ويخترح حل الفرلمان ورئيس الجمهورية يبحث عن مرشح لرئاسة الحكومة القصة الرابعة من ليبيا وفي التفاصيل متذرعاً بالإجهاد المبعوث الأممي طالب بإحفائه من مهانه ويتهم أطراف الليبية بعدم الاستجابة لمساعي السلامة لغة الوعيد لا تزال ترافق الرئيس التركي رجل طيب أردوغان عند حديثها عن النظام السوري أردوغان هدد قوات النظام بالهلاك بحال لم تنسحب للحدود التي وضحتها تركيا أضف أن النظام السوري دفع غالياً ثمن اعتدائه على الجنود الأتراك أتابع قائلاً إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس المقبلة تطورات الحاصلة في إدلب مهرباً عن أمله في التواصل إلى خطوة لوقف إطلاق النار أو خطوات أخرى لإنجاز العملية العسكرية سريعاً من جهتها تعهدت وزارة خارجية النظام السوري وقالت في بيان لها إنها ستقوم بصد العدوان التركي الصارخ على البلاد بحزم واخف تدخل أنقرة في سوريا وطلبت الخارجية المجتمع الدولي بإدانة ما سمته العدوان التركي مشددة على أن مصيره سيكون الفشل يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر قواتها في سراقب بعد سيطرة قوات النظام على البلدة الواقعة في محافظة إدلب كما تعلمون سنذهب إلى موسكو يوم الخميس سنقوم بتقييم آخر التطورات مع السيد بوتين هناك آمل أن يتم اتخاذ وقف إطلاق النار أو الخطوات الضرورية الأخرى وأن نصل إلى نتيجة سريعة في هذا الشأن ومرة أخرى تعلمون أننا بالأمس دمرنا مطار النيرب وجعلناه غير صالح للاستخدام بعد تأكيد تركي وتردد روسي أردوغان يتوجه للقاء بوتين في روسيا يوم الخميس بحسب الرئاسة التركية ومعه الملف البارز التصعيد في شمال غرب سوريا اللقاء الربعي الذي كان مقرراً الخميس القادم ويفترض أن يجمع أيضاً فرنسا وألمانيا لا يزال غير محسوم بعد لكن زيارة أردوغان تأتي في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تأزماً بعد تداعيات العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد النظام السوري وبعد يوم من إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إطلاق عملية درع الربيع أهداف أردوغان من اللقاء مع نظيره الروسي تتمحور حول التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب وسط تأكيدات من الرئيس التركي بعدم وجود أي مشاكل سواء مع روسيا أو إيران الكريملين من جانبه أشار إلى أن اللقاء سيكون دون شك لقاء صعباً في حين أشار بوتين إلى أن بلاده لا تخطط للدخول في حرب مع أحد لكنها ترغب في إثناء دول أخرى عن الدخول في صراع مع موسكو محللون روس وضعوا سيناريوهات عدة للقاء أردوغان وبوتين أولها استبعد عقد قمة رباعية خاصة مع رفض موسكو أي دخول أوروبي على خط الأزمة في إدلب ومن بين السيناريوهات المحتملة وفقاً للمحللين قبول تركيا بالتراجع عن شروطها حول إدلب وإمكانية طلب موسكو من أنقرة وقف تصعيدها ضد قوات الأسد لكن من غير المستبعد أيضاً وفقاً لهؤلاء أن يتمخذ اللقاء عن حصول تفاهمات جديدة حول إدلب السورية روان حمزة الحدث وصل وفد الأمريكي رفيع العاصمة التركية أنقرة لبحث تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية ويضم الوفد الأمريكي مبعوث ترامب الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ومندوبة واشنطن في الأمم المتحدة كيلي كرابت سيعقد الوفد الأمريكي لقاءات مع المسؤولين الأتراك لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا كما يتوقع أن يلتقي الوفد الأمريكي خلال تبادده في تركيا مع ممثلي رمام المتحدة والمنظمات المدنية لبحث الأزمة الإنسانية الحاصلة في إدلب نتيجة هجمات النظام السورية ولمناقشة كل هذه التطورات السورية ينضم إلينا من واشنطن ديفيد بولوك المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق لادنا ومن أسطنبول ينضم إلينا المحلل السياسي جواد جوك ومن موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي جينيسيدروف أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة البداية من تركيا سيد جوك إذن أردوغان يأمل في الوصول إلى اتفاق لوقف النار بعد هذا اللقاء المرتقب مع نظيره الروسي هل ترى مؤشرات على ذلك على هذا الاتفاق؟ تحية لك وضيوفكم ولمشاهدين الكرام نعم بالنتيجة بعد اليوم الأول من هذا الشهر دخلنا في مرحلة جديدة في شمالي سوريا وكأن الجانب الروسي قالوا لتركيا أنه مهما تريف قصف المواقف في شمالي سوريا نقاط فترتاح نفسيا وداخل تركيا بالنتيجة وسائلوا الإعلام التركي ينشرون صور وأفلام من ضربات قوات الجوية التركية نعم وبالنتيجة كان روسيا بشكله آخر وسيلة تأمين بين تركيا والسوريا الآن المؤشرات أنه عندما صار القرار أن يزور أردوغان موسكو ولقاء مع بوتين في مدينة موسكو على عاصمة الروس هذه خطوة مهمة بالنتيجة كأن الجانب الروسي أقنع تركيا والرئيس أردوغان بأن يأتي ويتفق مع الجانب الروسي بالنتيجة تركيا بقيت وحيدة غريبة في المنطقة ولا بد أن تمشي مع الجانب الروسي في الخطوات القادمة نعم السيد سيدروف إذن اللقاء الملتقب بين بوتين وأردوغان أي أفق لهذا اللقاء؟ نعم أسهل خير لك والسادة المشاهدين وديوفك الكرام أعتقد أن هناك أفق ربما يوحي بتفاؤل حذر فيما يتعلق ربما بالتوصل إلى تفاهم حول قضية إدلب والتعامل معها في هذه المرحلة التي تشهد تصعيدا غير مسبوك ما ينعكس سلبا ليس فقط على الأوضاع في سوريا بل وعلى العلاقات الروسية التركية وضح تماما أن الأمر لا يمكن أن يستمر باتجاه المزيد والمزيد من التصعيد في هذه العلاقات وبالتالي أنا أعتقد أن هناك ربما نية للتراجع نوعا ما أولا عن الاتهامات المتبادلة التي كانت في الفترة الأخيرة التواجهة من موسكو وأنقرة وبالعكس هذا أولا النقطة الثانية ربما هناك مقاربات جديدة فيما يتعلق بكيفية العمل المشترك والتنسيق الروسي التركي في إدلب سواء من خلال دوريات مشتركة مثلا على طريقي M4 و M5 أو ربما بشكل آخر التعامل بين البلدين فيما يتعلق بضمان أمن وسلامة نقاط مراقبة تركية مع طبعا علامة استفهام كبيرة حول مكان تمركز هذه النقاط الآن وفقا للمستجدات التي شهدتها محافظة إدلب في الأيام الأخيرة نعم ولكن سيد سيروف إلى حين تحقيق هذا الاتفاق بمبادئ ربما التي ذكرتها أو غيرها تركيا تقول الآن صراحة لروسيا ابتعدوا لنضرب النظام السوري هل تعتقد بأن موسكو ستتيح لتركيا هذه الفرصة؟ لا أعتقد ذلك فسكوت روسيا وربما عدم وجود تعليقات من القيادة الروسية ما عدا طبعا التعليق الذي أدل به الناطق للسان الرئيس الروسي لكن الرئيس الروسي بنفسه لم يعلق بعد ولكن أعتقد أنه لديه ما يقوله لأردوغان في هذا الشأن لا يمكن الحديث عن الابتعاد روسيا عن طريق تركيا في إدلب كما حاول أن يصور الأمر أردوغان الأمر الآخر هو أن هناك ربما تنازلات متبادلة من خلال الاتفاق على تهديئة هذه هي خطة الأولى الخطة الثانية تثبيت اتفاقات جديدة للتعامل مع قضية الأمن ووقف اطلاق النار في عدد من النقاط الحصاصة منها مثلا سراقبة التي ترشد الكر والفر في الفترة الأخيرة نعم إذن الاتفاقات سنحيلها لاحقا لسيد بورك ولكن نقول الآن الكلمة لسيد بورك سيد ديفيد زيارة لوفدنا أمريكي رفيع اليوم لتركيا أي رسائل تحمل من واشنطن عبر هذا الوفد أنا أعتقد أنه رسالة الأولى هي استعداد أمريكا للدفاع عن تركيا حليفة ناتو لأمريكا من تقريبا سبعين سنة هذه النقطة الأولى نقطة الثانية التأكيد أنه روسيا للأسف غير موثوق بها وللأسف نحن سوف نرى كما أنت ما قلت وكما قالوا الزملاء المحترمين زيارة كمان زيارة للرئيس إردعان إلى موسكو ولقاء مع الرئيس بوتين ولكن نحن كنا نرى ذلك في الماضي والحقيقة أن كل هذه الاتفاقيات بين تركيا وروسيا موسكو لم تطبق ولم تنفذ ولم تعطي لتركيا الثقة لأن الاتفاق الجديد سوف يكون قائم للأسف نحن كنا نرى اتفاق سوتي وروسيا انتهكت هذا الاتفاق نعم وأنا بصراحة كاملة أنا أستغرب لماذا الرئيس التركي يزور موسكو مرة ومرتين وثلاث مرات ورابع مرات بدون نتائج إيجابية نعم سيد بورك إذا نفهم بين واشنطن تسعى لقطع الطريق واشنطن تسعى لقطع الطريق أمام أي اتفاق روسي تركي لا اتفاق أنا أعتقد هناك احتمال جيد للاتفاق ولكن الاتفاق سوف يكون مؤقت هذا أنا أعتقد متأقد لماذا لأن التاريخ يثبت أن روسيا لا تطبق كل هذه الاتفاقيات اتفاق سوتي وكذا وكذا مع تركيا لأن روسيا في الدعاية الروسي تجاه العرب وتجاه النظام في دمشق يقول دائما تقول دائما روسيا أنه الالتزام بسيطرة النظام في دمشق على كل أراضي سوريا يحتوي طبعا على محافظات إدلب نعم سيد جوك إذن نريد أن نفهم منك حقيقة ما يتدور في تركيا حول شكل الاتفاق المرتقبة التركيا الروسي حول إدلب وكذلك المتوقع إلى أي مدى يستجيب لكل الشروط والرغبات التركية طبعا تركيا قدمت مقترحات إلى الجانب السوري الروسي أنه مثلا جيش النظام السوري أن ينسحب خلف النقاط المراقبة يعني يقولون أنه ممكن في نقاط المراقبة الجديدة إنشاء نقاط المراقبة الجديدة ممكن أن يصلان إلى نتيجة بين تركيا والروس لكنه الكل يقول هنا مثلا يعني لو يدخل جيش التركي إلى عملية واسعة فكل الأمور يخرج عن سيطرة الجميع وإذا لا يتدخل الجانب الروسي في مثل هذه العملية الكبرى أنه ممكن إفلاس جميع السياسات روسيا وعسكريا أيضا إفلاس جميع مواقفها وجهودها في خمس سنوات الماضية بشكل أو آخر كما قلت أنه لا أمل من مساعدات حلف الشمال للأطلس النيتو كما تريد تركيا والرئيس أردوغان مثلا أرادوا إعلان حذر الجوي في إدلل هذا معنى أنه إعلان الحرب ضد روسيا لا أمل من حلف الشمال ولهذا سبب تركيا كما قلت نعم لأسباب إجرائية سيد جو حلف النيتو وواشنطن ربما يمتنعان عن التدخل خاصة حلف النيتو لأسباب إجرائية قانونية طبعا بالنتيجة أعضاء حلف الشمال للأطلس النيتو لا يريدون أن تكون مواجهة مع الجانب الروسي يعني يقولون على تركيا أن تكون مشغولة بما يجري في الشمالي سوريا لكن أن لا تورتنا في هذه المشكلة هذا الذي نرى من هنا والجانب الروسي أيضا يريد أن تبقى القضية بين تركيا وروسيا لا أن تصير بين حلف الشمال الأطلس النيتو وبين روسيا نعم سيد سيدروف هل ترى روسيا ملامح لتدخل أمريكي تعلم بأن تركيا طلبت صراحة تدخل النيتو وتدخل واشنطن روسيا كيف ينظل الأمر؟ أنا أعتقد بأن روسيا تنظر بهدوء إلى هذا الأمر لأنها تدرك تماما ويبدو أن أنقرة هي الأخرى تدرك ذلك أن واشنطن مساعدته ودعمه لأنقرة في مثل هذه الظروف سيكون شكليا لفظيا من خلال البيانات والتصريحات والتعبير عن التضامن وإلى خيره ولكن لا يمكن أن نتوقع أن الرئيس ترامب الآن وهو يتفوق على كل المنفسين له في الحملة الانتخابية سوف يقدم على خطوة سيترتب عليها مثلا مقتل ولو جندي أمريكي واحد الشعبية ترامب بعد ذلك ستهبط وتتراجع بشكل يسبق له مثيل ومجرد هذا الواقع أعتقد له تأثير على موقف ترامب بالرغم من أن لديه ربما خلافات شديدة بينه وبين بعض أعضاء فريقه ونهيك عن الكونغرس مثلا أو حتى ربما البنتغون وإلى خيره ولكن مع ذلك لا أعتقد بأن أي قرار عملي سوف يتخذ في هذا الشأن ونفس الشيء ينطبق كما أعتقد على الناتو لأن الناتو كان يمكن أن تأتي لمساعدة تركيا لو تعرضت تركيا لأي عمل عدواني أو الاعتداء لو حدث على أراضي تركيا الآن حديث يدور عن أراضي الغير مهما كانت تفسيراتنا ومواقفنا من تواجد تركيا في أراضي سوريا إلا أنه حتى شكليا أو قانونيا لا يعطي هذا الحق لدول ناتو بالتدخل نعم سيد بوروك إذن ترامب لن يقدم على أي خطوة عسكرية مثل ما يقول سيد سيدروف هذه الخطوة قد تفقدها الشعبية داخليا هل توافق على هذا الطرح؟ لا أولا أنا أشكر زميل المحترم في موسكو على عطفه للمقتل الجنود الأمريكان شكرا جزيلا لك ولكن اغتيال قاسم سليماني من كام أسعبي يثبت أن أمريكا لا تخاف من انتقام لا من روسيا لا من سوريا لا من إيران لا من أي قوة في العالم ولذلك أنا أعتقد أن هناك السليد مختلفة لدعم أمريكي فعالي غير شكلي فقط غير علني فقط دعم أمريكي عسكري وأمني فعالي لتركيا في مجال الاستخبارات في مجال الدفاع الجوي في مجال توفير الأسلحة المتنوعة المضادة لصواريخ والقصوف الروسية المستمرة ضد الموتنين السوريين الأبرياء والمدارس والمستشفيات وكل هذا الاستهداف المدنيين بشكل أنا أعتقد للأسف شديد وحش من قبل روسيا ومن قبل حليفة روسيا النظام في دمشق أمريكا مستعدة للدفاع عن جنود الأتراك داخل أراضي سوريا نعم مستعدة حتى للتدخل العسكري سيد بولوك صحف أمريكية بوليتيكو مثلا تتحدث عن خلاف داخل الإدارة الأمريكية بين جيمس جيفري مثلا والبنتاجون جيمس جيفري يطالب بتقديم بطاريات باتريوت لتركيا فيما البنتاجون يتخوف من هذه الخطوة وتداعيات الخطوة كذلك لا البنتاجون هناك خلافات هذا صحيح البنتاجون غير خائف البنتاجون يغضب على تركيا بشأن خيارات تركيا في الماضي لشراء السواريخ الس400 من روسيا البنتاجون يغضب على تركيا بشأن الخلافات الأخرى على سبيل المثال بشأن مساعدة أمريكا لقوات قصد ورفض تركيا لهذه المساعدة الشرعية الأمريكية ولكن على الرغم من ذلك الحقيقة أنه بغد النظر عن الباتريوت الباتريوت السواريخ الباتريوت نحن الآن والتحالف الأطلسي الآن يوفر لتركيا استخبارات ومعلومات سرية تناوية معاصرة من أجل الدفاع عن ذات القوات التركية داخل تركيا وخارج تركيا داخل الأراضي السورية الآن في هذه اللحظة نعم ولكن سابقا قبل أيام فقط كانت كل الأنباء الواردة من واشنطن حتى تحليلات تقول أن واشنطن لن تدعم تركيا إلا بتصريحات إلا دعم معنوي لا هذا من أيام لكن أنا أتحدث عن اللحظة الراهنة وضع الوارد داخل هذه الأزمة ونحن نرى الآن تغيير صحيح تغيير جوهري في الموقف الأمريكي من الدعم والضمانات الشكلية والعلانية والشفوية إلى دعم الفعالي في الميدان والدليل على ذلك زيارة جيمس جيفري إلى أنقرة للثاني مرة في أسبوع واحد نعم سيد جوك هل ترى فعلا هذا التغيير الذي يتحدث عن سيد بولوك في التعامل الأمريكي مع الأزمة هل ترى تغيير في الاستراتيجية الأمريكية ودعم مقبل لتركيا طلب تركيا باتريوت من الإدارة الأمريكية أردوغان نفسه قال أنهم لا يريدون تسليم باتريوت إلى تركيا طبعا قبل أسبوع كان هذا الكلام وثانيا أنه لا الروس ولا النظام الروسي السوري لا يهاجمون على تركيا فلنحن لا نحتاج دعم الأمريكان بالنسبة للأراضي التركية وحتى الجنود الأترك لو كان هناك اتفاق روسي تركي بمعنى الحقيقي طبعا يصير بشكل غير مباشر مع النظام السوري في دمشق لا نحتاج إلى أمريكان ولا مساعداتهم ولا تصريحاتهم أنه المشكلة الأساسية أنهم في حينه دعموا حزب العمال الكردستاني قوات قصت في سوريا بقيت المشاكل في سوريا تكبر وتكبر إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة أنا أقول بصراحة الشعب التركي بدلا من أن يرجحون مساعدات الأمريكية بهذا الشكل يرجحون تعاون الروس في جميع المجالات ولهذا سبب تركيا في كل تعاونها مع الجالب الروسي أخذوا نتائج ملموسة وخطوات عملية بخلاف الأمريكان لحد الآن لا توجد أي نتيجة ملموسة من التعاون والتنسيق مع الأمريكا نعم إذن ترى إيجابية في التعامل مع الروس ولكن لا أفق أو حتى ملامح ومؤشرات إيجابية للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما قلت سيد جوك ولكن إذن لماذا طلبت تركيا هذه المساعدة الأمريكية بالنتيجة هذه طالبات تأتي كورقة ضغط إلى حلف الشمال الأطلس النيتو بالنتيجة تركيا تحاول أن تكون في مقابل الروس قوية بشكل سياسي وحتى العسكري يعني هناك احتمالات أن مثلا يدعمون لأنه كانت هناك تصريحات من الدول الغربية خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن تكون مساعدات إلى تركيا لكن بشكل عملي لم نرى لحد الآن مساعدات من دول حلف الشمال الأطلس النيتو ويريدون أن تبقى القضية بين تركيا وبين الروس والرئيس أردوغان قال أنه لا أمل هناك من مساعداته نعم سيد سيدروف إن صح تحليل سيد بولوك وكانت هناك مساعدة بالفعل الأمريكية للأطراق تقنية مخابراتية وحتى عسكرية كيف ترى موسكو هذا الأمر كيف سيؤثر على مستقبل أي اتفاق مرتقب؟ الحقيقة ليس في مثل هذه المعلومات أي شيء جديد لأن هذه المساعدة كانت قد قدمت لتركيا من قبل الولايات المتحدة وربما بالتوازي مع تقديمها نفس المعلومات أو المعلومات الاستخباراتية إلى أطراف أخرى أنا أقصد التزود مثلا بمنبومة باتريو وحدات حماية الشعب الكردية سيد سيدروف نتحدث في هذا الظرف عن دعم أكبر أمريكي عن تدخل أكبر عسكي مثل ما تقول تركيا هي ترغب في منظومة باتريو لا بس هناك خلاف بداخل الولايات المتحدة بينما يصير سيد جيمس جيفري على دور نعم بعيدا عن هذا الخلاف سيد سيد سيدروف واختصار مفضل سيد سيد سيدروف بعيدا عن الخلاف الأمريكي تحدثنا عن نريد الموقف الروسي المتوقع الموقف الروسي بطبيعة الحال لا يمكنها أن تقوم بأي شيء إذا استمرت مثل هذه التصريحات وهي ربما تترجم على أرض الواقع ولكن أنا أعود فأقول ليس هنا أي شيء جديد فيما يتعلق بتزويد تركيا مثلا بالمعلومات وبالأمور الأخرى حتى بالعتاد مثلا الحديث لا يدور عن تدخل أمريكي مباشر هذا ما كنت أقصده نعم من موسكو كنت معنا المحلل السياسي إفجيني سيدروف وكان معنا من أسطنبول المحلل السياسي جيوات كوك ومن واشنطن كان معنا ديفيد بولاك المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى شكرا جزيلا لكم ترجمة نار ترجمة نار اشتركوا في القناة حدث اليوم مستمر وفيه أيضاً الكتل الشيعية في العراق توعيد طرح مرشحها لرئاسة الحكومة ورئيس يشترط قبول الشارع كهدت بعض مناطق العاصمة تمرداً قوات غيئة العملية تابع لجهاز المخاورات العامة ما هي نوع الأسلحة التي يمتلكها هذا الجهاز؟ لدرجة أن يتم إغلاق المجال الجوي لأننا قادرون على المتابعة والتغفية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة؟ أصبحنا الحدث ترك مدينته المحروقة بلا وجهة ركب البحر بحثاً عن الحياة فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير فمن الذي نجى؟ هذه قصة مئات آلاف من السوريين أهلاً رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي لجوءه إلى خيار الغياب الطوعي عن جلسات المجلس داعياً للبرلمان إلى عقد جلسة استثنائية مشيراً إلى أن هذا الموقف لا يعني عدم احتمال اللجوء لاحقاً إلى إعلان خلو المنصب إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات الشرعية والتنفيذية إلى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الرهنة كما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدواء الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي مطالباً بحل المجلس خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور كما اقترح الرابع من ديسمبر 2020 كموعد لانتخابات طلب عبد المهدي بتكليف أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء بإدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية وأكد بأنه سيتغيب عن توقيع الكتب الرسمية أو تلبية دعوات أو إجراء لقاءات أو مباحثات أو اجتماعات رسمية محلية أو أجنبية موسيقى 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 بدها الرئيس العراقي مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية رجل توصل الاتفاق لترشيح مكلف جديد بشغل منصب رئيس الوزراء بعد انسحاب محمد توفيق اللاوي صالح استقبل رئيس سيار الحكم الوطني عمار الحكيم ورئيس اتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هاد العامري ورئيس اتلاف النصر حيدر العبادي كلا على حدة وأكد على ضرورة الإسراع في توصل الاتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي مشددا على الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق مباحثات بدأت تتكثف في الأروقة وأسماء بدأت تطرح من قبل الأحزاب السياسية في العراق حتى قبل إعلان رئيس الوزراء المكلف اعتذاره عن التكليف بسبب امتناع غالبية البرلمان عن حضور جلسات تمريره الكتل السياسية الشيعية بحسب مصادر مطلعة أجرت عدة اتصالات ومباحثات فيما بينها لاختيار المرشح الجديد أبرز الأسماء التي عادت إلى الظهور محافظ البصرة أسعد العيداني الذي يشغل منصبه منذ 2017 العيداني طرح سابقا لكن رئيس الجمهورية برهم صالح رفضه وهدد باستقالته مقابل تكليفه كما قالت المصادر إن الكتل السياسية طرحت اسم مدير جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي الذي يشغل المنصب منذ 2016 التطورات السياسية الجديدة دفعت برئيس الجمهورية لدعوة الكتل والأحزاب المختلفة أصلا فيما بينها إلى العمل الجاد لإيجاد رئيس وزراء بديل خلال مهلة الخمسة عشر يوما التي ينص عليها الدستور واشترى تصالح أن يحظى المرشح أولا بقبول الشارع المنتفض منذ شهور بالإضافة إلى القبول النيابي بالطبع لتمرير حكومته عبر البرلمان ومنذ استقالة عادل عبد المهدي في نوفمبر الماضي عجزت الحكومة عن إصدار قرارات كالتصديق على الموازنة العامة أو اتخاذ إجراءات لمواجهة التحديات الأمنية والصحية التي تشهدها البلاد بسبب عدم قدرة الكتل السياسية على اختيار رئيس حكومة جديد قال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي على حسابه في تويتر إن بلاده تتقاسم خيبة الأمل مع العراقيين لفشل البرلمان في اختيار رئيس وزراء جديد مضيفاً أن العراق بحاجة المساء إلى حكومة قوية قادرة على توفير الأمن والاستجابة لمطالب المتظاهرين والتعامل مع فيروس كورونا موسيقى ولمناقشة كل هذه التطورات العراقية السياسيات ينضم إلينا من السليمانية أو تنضم القيادية في حزب الاتحاد الكردستاني نائب ألاء طالباني وسينضم إلينا كذلك من بغداد نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس جبهات الحوار الدكتور صالح المطلق أهلاً بكما وشكراً على قبول الدعوة البداية من سيدة ألاء إذن رئيس الوزراء المكلف أو المستقيل عادل عبد المهدي يرفض تسيير أعمال الحكومة كيف تعلقون على هذا القرار بداية كان أمر متوقع أن نسمع شيء من سيد رئيس وزراء المستقيل دعي نقول بأتبار لو كان هناك منح ثقة لكابينة محمد علاوي لكانت السياقات غير شكل كانت ستكون هناك حكومة بكابل صلاحية وبوجود حديث عن إمكانية استمرار الوزارة الحالية أو الكابينة الحالية من عدمه وما هي الصلاحيات الدستورية وخاصة أن الدستور واضح في حال فشل المكلف يسار إلى تسبية شخص آخر وأيضاً خلال 15 يوماً ولكن لا يزال هناك حكومة تصريف أعمال فما طرحه سيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هي جملة من الأمور مثل ما هو ذكره في البيان بعد مشاورات دستورية وقانونية أو مع فقهاء أو مختصين دستوريين وقانونين توصل إلى عدة أمور أهم نقطة كان هناك حديث عن التمديد لسيد عادل عبد المهدي كان هناك حديث أن يبقى عادل عبد المهدي أو نمنحه مدة إلى تحديد يوم الانتخابات مع بعض التغيير في بعض الوزارات أو يبقى هو مع تغيير كامل الكابينة كلام اليوم أنهى هذا الجدل أو هذا الموضوع بأن سيد عادل عبد المهدي لا يريد أن يبقى وحتى استخدم مصطلح غريب نوعا ما الذي هو الغياب الطوعي وذكر من سيكون خليفا له أو نائبا له في تمشية الأمور الإدارية وحتى الأمنية فربما هذا يساعدنا أكثر يساعد مجلس النواب والمعنيين بإيجاد الحلول المناسبة للوضع الحالي الذي هو لابد من الذهاب إلى التستور وتكريف شخص آخر لتشكيل الحكومة القادمة نعم الدكتور المطلق ومشاورات الدكتور بدأت لاختيار مرشح جديد لرئسة الحكومة العراقية نريد أن نعرف الأجواء إلى غاية الآن السيناريو هات كذلك المطروحة إلى غاية الآن حياة الله سيدة العزيزة معلوماتي أن السيد الرئيس الجمهورية بدأ بمشاورات سريعة مع الكتل السياسية والتقى بأربع زرع مع الكتل السياسية محاولا أن يرشح المرشح الجديد بأسرع وقت ممكن لكي يتلافى الإشكالات التي حصلت بالمرة السابقة من تأخير تشكيل الحكومة ولذلك يعني هو مصر على أنه هذه المرة المرشح توافقي يجب أن يكون عليه توافق من الكتل السياسية بحيث يمر من خلال البرلمان وأنه أنهى موضوع أن رئيس الجمهورية ممكن أنه يتسلم مهام رئاسة الوزراء لفترة معينة هذا الموضوع لديه معلومات بهذا النهوة أنا لست ببعيد عن السيد الرئيس الجمهورية بأنه عنده صار كامل على أن يرشح بأسرع وقت ممكن وبتوافق كتل السياسية معينة وذلك التقى بهذه الكتل لكي يتحسس من خلالهم بالشخصية التي يمكن أن يسرع عليها توافق المشكلة الأساسية اليوم في البلد هي ليست بالمرشح المشكلة الأساسية هي بالنظام السياسي ككل المشكلة الأساسية هي بعدم موجود سيادة للقانون في هذا البلد وعدم موجود سيادة للبلد على نفسه ولذلك يجب أن نختار شخصية قادرة على أن تتجاوز هذه الأمور لكي ندها بالانتخابات مبكرة هل بدأ الحديث دكتور صالح عن شخصيات ربما تتولى رئاسة الحكومة العراقية الأسماء المطروحة؟ يعني لا توجد لي معلومات تفصيلية حول هذا الموضوع ولكن حسب معلوماتي في هذه اللقاعات يتكلم عن مبادئ وليس عن شخصية محددة وعن المبادئ التي ممكن أن تعتمد لكي تحدد الشخصية التي يمكن تبريرها من خلال البرلمان نعم السيدة ألاء ما المطلوب من رئيس الحكومة المقبلة؟ الشروط التي تتوقعون بأنها يجب أن تتوفر في هذا الرئيس رئيس الحكومة المكلفة المقبل بعد فشل السابق محمد توفيق علاوي يعني سابقا كان الكتل السياسية وبصراحة الكتل الشيعية هي كانت معنية بالدرجة الأولى في اختيار رئيس الوزراء الآن هناك عوامل أخرى دخلت في الموضوع أو في عملية اختيار رئيس الوزراء وخاصة فيما حدث في الفترة السابقة يعني يجب أن يكون هناك نوع من الإجماع الوطني على شخصية هذا الشخص يعني ما حدث في سيد محمد علاوي أنه لم يكن هناك إجماع وطني منذ اليوم الأول لاختياره وكانت هناك ملاحظات وكثرت الملاحظات بعد ذلك في تعامله مع المكونات مع الكتل السياسية وأيضا في البرنامج الحكومي وفي اختياره للكابينة الوزارية العامل الآخر المهم أو يعني الأمرين الآخرين المهمين أولا قادة الكتل السياسية ليس الكل اليوم لديه السيطرة على النواب في مجلس النواب العراقي هذا واقع يجب أن يعرفه الجميع ومن أصحاب القرار ما حدث يوم أمس وأنا في البرلمان من 15 عام الكثير من النواب لم يسمعوا كلام رؤساء الكتل في الموافقة على رئيس الوزراء كانت لديهم ملاحظاتهم الشخصية على البرنامج الحكومي على الوزراء على غيرها من الأمور فموضوع ترضيت بعض رؤساء الكتل الشيعية إن صح التعبير ودون المشاورة مع الكل هذا أمر أعتقد خطأ ويجب أن نبتعد عن هذه العالية أو يجب أن يبتعد أصحاب القرار في اختيار رئيس الوزراء القادم عن هذه الآلية العامل الآخر المهم جدا كيف لنا أن ننسى الشارع المتظاهرين الحقيقيين هم أيضا دخلوا عامل مهم اليوم في اختيار رئيس الوزراء كل هذه مع بعضها تعطينا الصورة من هو رئيس الوزراء القادم أو كيف يجب أن يكون رئيس الوزراء نعم سيدة ألا الكتل الشيعية هي من ترشح أو هي من تتفاوض أو تتشاور حول الشخصيات المرشحة المرشحة لرئيسة الوزراء ولكن الكتل الأخرى كان لديها موقف حاسم في فشل محمد توفيق علاوي أنتم كتيار كردي أو مكون كردي في المجتمع العراقي ما المطالب المرفوعة لأي رئيس حكومة مقبل تمام نحن متمسكون بما يذكره مثلا أرمال جعية في العراق رئيس الوزراء يجب أن يكون شخص غير جدلي هذا ما نريد ونتمنى أن الأخوة قيادات الشيعية أن يكون في بالهم في اختيار الشخصية القادمة فيما يتعلق بالكتل الكردستانية أو ما يقال على أنها مطالب في الواقع هذه المرة تحديدا لم نقف وأنا كنت عضو لجنة تفاوضية في بغداد وأبلغنا كل قادة الكتل من سنة وشيعة وحتى سيد رئيس الوزراء عندما التقينا به أكثر من مرة لم نتوقف الوزراء أن يكونوا مستقلين أو تكنقراد ولو أنه نعتبر نحن في إقليم كردستان أيضا هذا حقنا نريد أن يكون هناك من يمثلنا في مجلس الوزراء نعم هي مرحلة انتقالية لكن هناك خصوصية لإقليم كردستان المبدأ الأساسي عند القيادات الكردية وعند الكتل الكردستانية هو التعامل مع إقليم كردستان ككيان موجود في الدستور العراقي هناك جملة من الأمور وجملة من الصلاحيات وجملة من المهام موجودة والعلاقات بين الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منصف عليها في مواد دستورية وأيضا في قوانين وفي اتفاقيات مبرمة بين الطرفين هناك إخفاقات هناك ملفات عالقة لا يمكن لنا وليس من السهولة أن نمضي إلى حكومة لا يوجد في برنامجها الحكومي أي شيء يعطي إطمئنان إلى إقليم كردستان إلى الموظفين إلى الشعب في إقليم كردستان بأن الحكومة القادمة سيمضي بهذه السياقات الدستورية في التعامل مع إقليم كردستان ومستحقاتها هذا هو المبدأ الأساسي والذي سنتفق عليه في أي رئيس وزراء قادم أرجع وأقول أن لا يكون جدليا وأن يكون مقبول من المكونات جميعا وأيضا من الشارع العراقي نعم الدكتور مطلق فشل محمد توفيق عليه في تشكيل هذه الحكومة هل عزز تأثير كل المكونات الوطنية وقوة هذه المكونات في اختيار المرشح وكذلك في تشكيلة الحكومة وفي الحياة السياسية بشكل عام المشكلة اليوم في الكتر السياسية التي تريد أن تتوافق على رئيس مجلس الوزراء في أنها تتجاه القضية المهمة حصلت في العام الأخير وهو الانتفاض الكبير الموجود الآن في الشارع العراقي وذلك الأخ رئيس الجمهورية عندما أتكلم في هذا الموضوع قال ضمن التوافق السياسي بين المكونات السياسية ومرضي أيضا للشعب العراقي يعني الشعب العراقي ليس محصور بالكل بالكتل السياسية الموجودة الآن أو في ضاء البرلماء الموجودين حاليا بالرغم من أنهم يمثلون جزء كما تعرفين حضرتك أن أكثر من 80% من شعب العراق لم يخرج للانتخابات وبالتالي هذه المجموعة من الشعب الرافضة أو التي عزفت عن الانتخابات في السابق هي نتيجة ليأشمع العملية السياسية نعم ولكن دكتور من أسقط حكومة محمد توفيق علاوي الحراك المستمر في الشارع العراقي من الكتل السياسية التي لم تتفق حول شخصه حول برنامجه لا لا بالدرجة الأساسية بالرغم من أن الشارع العراقي رفع لافتات معارضة لحكومة السيد علاوي ولكن لو كانت الكتل السياسية متفقة على تمرير سيد محمد علاوي لمر السيد محمد علاوي وتبقى المرحلة المقبلة ماذا سيقول الشارع في هذا الموضوع هل سيقدم رئيس مجلس المزراء الذي سيتولى المسئولية ما يطمعن المتظاهرين في أنه سيذهب إلى انتخابات مبكرة والانتخابات المبكرة لوحدها غير كافي بل هل سيذهب إلى تهيئة بيئة انتخابية سليمة تأتي بأعضاء مسنوى ممثلون حقيقيون للشعب بيئة حقيقية تحفز المواطن العراقي على الذهاب للانتخابات وبالتالي يكون اختيار النائب هو اختيار الشعب حقيقة وليه اختيار جزء بسيط من هذا الشعب هذا الموضوع مرة أخرى لو أن الكتل السياسية أرادت أن تمرر سيد محمد علاوي لمررته وبالمناسبة سيد محمد علاوي حصل على 170 توقيع قبل ترشيحها من قبل سيد رئيس جمهورية نعم ولكن معظم هذه النواب تنصلوا على هذا الموضوع أما بسبب تأثير كتلهم أو لأسباب أخرى ولذلك من 180 170 عفو حضر حوالي 80 نائب وأحيانا فيه أقصى الحالات حضر 108 نواب هذا الموضوع أخذ الكبير حصل وفاجأ سيد محمد علاوي تفاجأ في هذا الموضوع ولذلك لم يوفق في أن يذهب إلى النهاية في تشكيل حكومتي نعم السيدة أهلاء بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل هذه الحكومة هاجم الصدر القوى السياسية وتهمها بيتلاعب بمصير الشعب كيف ترون هذا التصريح وهذا الاتهام يعني أرجع وأقول نحن دولة مكونات ولحد هذه اللحظة هناك برلمان هو صاحب القرار في اختيار رئيس الوزراء القادم هذا البرلمان برلمان متكون من أحزاب وكتل سياسية ودعني أصاحح شيء للأخي الكبير والعزيز الدكتور صالح مطلق المئة وسبعين نائب لم يوقعوا للأخ دكتور محمد علاوي لأن أنا كنت من ضمنهم نحن وقعنا لمعايير رئيس وزراء القادم أو كيف يكون شخصية رئيس وزراء العراقي القادم بما يتناسب ويتلائم مع مطاليب الشارع أن يكون شخص لا يحمل جنسيتين أن يكون مستقل وغير منتمي للأحزاب السياسية وأن يكون شخصا غير جدلي وأن يكون قد عاش في العراق وقريب من معاناة الشعب العراقي الحقيقة بعد اختيار دكتور محمد علاوي مع كل احترامي لشخص الكريم لم تكن هذه المواصفات موجودة فيه ولم تكن هذه هي مواصفات ومطاليب الشارع والمتظاهرين عليه أغلب النواب لم يوقعوا للشخص معين لا دكتور سيد محمد علاوي ولا أي شخص آخر وقعنا 170 للمعاير بعد ذلك أما تم الاختيار على الشخص محمد علاوي كان هناك 56 نائب فقط وقعوا لأنه لو كان حقيقة 170 نائب قد وقعوا له ولكن هذا العدد موجود في جلسة البارحة نعم سيدة ألاء هذه نقطة الأولى ماذا عنتها من صدر سماحة السيد مقتدى صدر شخصية عراقية مهمة نعم سيد مقتدى صدر شخصية عراقية مهمة وأحد قاهدة سياسيين في العراق وهو لم يكن بعيد لا هو ولا كتلت السياسية في يوما ما بعيدين عن الساحة العراقية وعن البرلمان العراقي وعن الواقع العراقي السيد مقتدى يريد أن يكون قريب من مطالب الشارع لا أعتقد اليوم هناك كتلة يستطيع أن يكون ببعيد عن مطالب الشارع العراقي لكن أرجع وأقول هو يعرف أكثر من أي شخص آخر بأن القرار في البرلمان والبرلمان عبارة عن كتل وأحزاب سياسية نحن لا نختلف في المبادئ الأساسية لا مع سماحة السيد مقتدى الصدر ولا مع أي شخص آخر إن المرحلة مرحلة حريجة ونعم نحن نحتاج هذه مرحلة انتقالية نحتاج أن نعبر إلى مرحلة أهم لكن المهم الآن في شخص رئيس الوزراء هو إعادة الأمن للعراق الانتخابات كنا مع أنه التغيير يأتي عبر صناديق الانتخابات لكن كيف للعراق أن يجري انتخابات الآن والسلاح منفلت في الشارع والناس متظاهرين والمطالب لم تتحقق نحتاج إلى شخصية رئيس وزراء قوية غير جدلية نعم ولكن سيدة ألا أهدي ملفات عالقة أو معقدة أي رئيس وزراء بإمكاني تحقيق كل هذه المطالب هذه الملفات قديمة وعالقة ولذلك رئيس وزراء يدعمه جميع القوى السياسية يعني طريقة أن تأتي برئيس وزراء وتشق الصف الوطني بصراحة لنتكلم أن تتفق مع جزء من السنة وتترك الإخوان السنة الآخرين الذي لديهم أغلبية نيابية ومعهم رئيس البرلمان هذه طريقة غير صحيحة في اختيار رئيس وزراء أنا تكلمت مع سيد محمد علاوي بنفسي قلت له أنا نائب في البرلمان لأربع دورات أخطأ شيء وأخطأ شيء وجنابك عشت في بريطانيا وهي دولة عريقة في الديمقراطية وفي الممارسة العمل للنيابي أخطأ شيء أن يكون رئيس الوزراء على خلاف مع رئيس البرلمان ومع كتلتي ومع كتل أخرى مهمة في البرلمان العراقي أنت تحتاج دعم وقوى النواب لكي تنجح في عملك القادم وفي مهماتك الصعبة والملفات التي تذكرتها جنابك لذلك أن تأتي بشخص أن يشرخ الصف الوطني حقيقة نحن عراق دولة بكونات نحن دولة أحزاب نريد أن نغير هذا الشيء لا بأس من خلال قاده الجديد وهذا ما فعلناه من خلال مفوضية جديدة وهذا ما فعلناه البرلمان العراقي استجاب لكل مطاليب الشارع الآن هي فترة انتقالية التغيير الجذري يأتي من خلال الانتخابات القادمة نعم بقانون نعم بمفوضية جديدة وبموعد قريب للانتخابات لكن يسبق كل هذه العملية عمليتين الأمن وحصر السلاح كيف للمرشح أن يثب الآن ويرشح ويعمل دعاية انتخابية والسلاح والفصائل المسلحة موجودة في كل مكان أنا كنت مرشحة لدورات وأعرف الوضع الأمني مهم جدا والأمر الآخر هو الوعي الانتخابي لكي يختار الشعب العراقي من يرونه حقيقة ممثلين حقيقين لهم وفي المرحلة القادمة ممكن كثير من المشاكل الأخرى تحل في الفرلمان القادم وفي الحكومة القادمة نعم كنت معنا من السليمانية القيادية في حزب الاتحاد الكردستاني نائب ألاء طالباني وكان معنا من بغداد نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس جبهة الحوار الدكتور صالح المطلق شكرا جزيلا لكم وقبل أن ننهي الساعة الأولى من حدث اليوم نشير إلى وصول طائرة آتية من مشهد في إيران إلى مطار بيروت وتظهر هذه الصور التي نعرضها الآن الطائرة التابعة لشركة إيران حيث أن هناك مخاوف من أن يكون علامة هذه الطائرة مصابون بفيروس كورونا يذكر أن طائرة أخرى كان من المتوقع وصولها إلى طهران من طهران إلى بيروت إلا أنه تم إلغاء هذه الرحلة دون معرفة الأسباب يأتي ذلك في وقت ألغى الدول عدة رحلاتها من وإلى إيران هذا الموضوع بالتأكيد سنتناوله نتناوله بالتفصيل في الساعة الثانية من حدث اليوم نتناوله بالتعليم نلقاكم على رأس الساعة الثانية من حدث اليوم السلام عليكم المترجم للقناة حسن العلوي بعد القبض على الرئيس الأسبق صدام حسين فيكتار مسؤولين راح وشافوه في السجن ما راح تشفته الذاكرة السياسية الجزء الثالث الجمعة العاشر ونصف على شاشة العربية اليوم نعلن المعركة الحاسمة وبتقدم نحو قلب العاصمة ما هو المختلف في هذا الهجوم عن غيره من الحجمات السابقة لجيش الوطني بطرابلس الآن هناك اشتباكات عنيفة للغاية قوات التابعة لحكمة الوفاق أعلنت أنها لا تم الاستعداد لمواجهة أي تقدم ما هو عتادها وعديدها قبل الوفاق بلها ميليشيات الارهابية وشافوه بالتالي من تصفت أمام قوات المطلحة أيها الأختار لا تصدقوا أكاديم الواهمين ولا ساعة سفر سوى سفر اللوطان الكلام بالبلاش انتصارات الجيش في طرابس انتصارات كاسحة على أرض الواقع هل نتوقع أي تحركات من قبل تركيا لدعم قوات الوفاق؟ هذا الأردوغان تتعامل بسياسة الأمر الواقع وهي بالطغة في الحقيقة كثير من وحدات هذه الميليشيات تم القضاء عليها تدمير مخازن التسليح تدمير الطيران المسير جولات فين وجولات هل تعتقد أن هذه الجولة ربما تكون الحاسمة كما أطلق عليها؟ مهمتنا قول الحقائق كما هي في عالم مليء بالأحداث عالم لا يتوقع عملنا أطلح جزءا من حياتنا بعيدا عن المشاعر لناكس الواقع كما هو كل منا على حدة كان جزءا من القصة القصة التي تتجدد كل يوم الحدث كل مجد جديد لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري في ساحة المعارك والأحداث ورحلات الهبوب والخوف مشاهد أكبر من القدرة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعدتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم الى الساعة الثانية من برنامج حدث اليوم الذي نصلت في الضوء على ابرز الاحداث في هذا اليوم القصة الاولى كانت من سوريا وفي التفاصيل تهديدات متبادلة بين انقرة ودمشق اردوغان يبحث عن مخرج لازمة اردوغ وروسيا تستقبله بتثبيت اقدامها في سراقب اما القصة الثانية فستكون سوريا ايضا وفي التفاصيل اردوغان يبتز اوروبا بموجة تحمل لاجئين فوضيتها ترفض الرضوح والمانيا تعتبره ضغطا غير مقبولا اما القصة الثالثة فمن العراق وفي التفاصيل عبد المهدي يعتذر عن تسيير اعمال الحكومة ويقترح حل القرلمان ورئيس الجمهورية يبحث عن مرشح لرئاسة الحكومة اما القصة الرابعة فستكون من ليبيا وفي التفاصيل متذرعا بالاجهاد المبعوث الاممي يطالب باعفائه من مهامه ويتهم اطرافا ليبيا بعدم الاستجابة لمساع السلامة مراكب موت حملت اللاجئين الذين دفعت بهم انقرة الى حدودها مع اوروبا عقابا لها بعد اخفاق تركيا في دارات الازمة السورية لا سيما في ادلب اردوغان حذر اوروبا اليوم من موجة نزوح بالملايين بهدف الحصول على مزيد من الدعم الغربي المالي والسياسي في الملف السوري واشار في خطاب لها اليوم ان بلاده تلقت العديد من الاتصالات لاغلاق الحدود لكنه اخبرهم والكلام هنا لاردوغان بان الامر انتهى وان الابواب مفتوحة وعلى اوروبا الان ان تتحمل نصيبها من العبا المفاوضية الاوروبية من جهتها دعت تركيا الى احترام التزاماتها بمجاب اتفاق ادارة ازمة الهجرة واكدت انها دفعت مبلغ 3.6 مليار يورو من اصل 6 مليارات لمساعدة تركيا على ادارة ازمة الهجرة منذ 2015 الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرو اعرب عن تضامن بلاده الكامل مع اليونان وبلغاريا التي تواجهان موجة تدفق للمهاجرين من تركيا واستعداد بلاده لتقديم مساعدة سريعة وحماية الحدود في اطار جهود اوروبية فيما اعتبرت المستشارة الالمانية استخدام تركيا للاجئين للضغط على اوروبا اعتبرته امرا غير مقبولة بعدما فتحنا الابواب انطلقت اصوات عديدة تدعونا الى غلقها وقد ابلغتهم اننا فعلنا ووضعنا حدا لهذا اما الان ها هي الابواب مفتوحة وسيتوجب عليكم تحمل حصتكم من العب لمجرد اعلان المسؤولين الاتراك عن قرار عدم منع اللاجئين من الوصول الى اوروبا برا وبحرا تدفق المئات الى حدود اليونان وبولغاريا التين اكدتا على عدم السماح بدخول المهاجرين اليهما الخطوة التركية جاءت بعد ان تلقت انقرة احدى اشد السفعات في سوريا بفقدان 33 من جنودها على الاقل في ضربة جوية في ادلب وتزامنا مع اطلاقها عملية عسكرية ضد النظام السوري للثأر لقتلها ويرى مراقبون ان تركيا تبتز اوروبا وتهدف من خلال فتح الحدود الى جر اوروبا نحو مستنقع الحرب السورية والحصول على تأييد اوروبيا لعملياتها العسكرية في الشمال السوري وخصوصا في ادلب ويتقاطع مع وجهة النظر هذه ما يراه خبراء اوروبيون من ان تركيا تضغط على العواصم الاوروبية كي تتحرك وتضغط بدورها على موسكو لتغير سياستها في ادلب بدعوى ان ذلك يقطع الطريق على موجة نزوح اكبر باتجاه تركيا ومن ثم الضغط على اوروبا لدعم الطرح التركي بانشاء منطقة امنة في شمال سوريا ورغم ان الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة اشارا الى ان انقرة لم تعلن رسميا عن تغير موقفها بالنسبة للحدود الى ان هناك مخاوف من نقض انقرة لاتفاقية اللاجئين التي وقعتها مع الاتحاد الاوروبي عام 2016 ويرى البعض ان الخطوات التي اتخذتها انقرة تجعل اتفاقية اللاجئين بحكم منتهية وجهة نظر اخرى تشير كذلك الى ان اوروبا ستعيد احياء الاتفاقية من خلال تقديم المزيد من الاموال لتركيا في ظل مخاوف اوروبية من صعود اليمين الشعبوي بشكل اكبر في حال حدوث موجة لجوء كبيرة اخرى وبذلك تكون الاموال الاوروبية بمثابة طوق نجاة لاقتصاد تركيا التي بات هشا اكثر من اي وقت مضى مع ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة وتنامي الديون اضافة الى الخسائر الاخرى النتيجة عن تكاليف العمليات العسكرية وينضم الينا من مدينة متلينية اليونانية موفد الحدث حسين غنيبر حسين اهلا بك حسين اذا نريد رصدا لكل المشهد هناك حول مرور اللاجئين عبر اليونان من تركيا الى اوروبا نعم في الواقع اللاجئين يعني هناك لعبورهم نحو اليونان طريقا الطريق الاول بحري والاخر بري الطريق البري هو من اسطنبول باتجاه ادرنا التركية وايضا نحو كاستانيس وهي نقطة العبور البرية نحو اليونان اما عن طريق البحر فالطريق البحري هو الذي يربط مدينة كناكال التركية الواقعة في اقليم مرمرة بجزيرة ليسبوس اليونانية حيث انا موجود وذلك طبعا عن طريق البحر عبر القوارب التي تصل الى هنا طبعا انا ساتناول ما يجري منذ ثلاثة ايام على هذا الطريق البحري بين مدينة كناكال في اقليم مرمرة التركي وجزيرة ليسبوس حتى الان منذ يوم السبت بلغ عدد الواصلين بحرا الى اليونان حوالى تسعمائة وعشرين من بينهم خمسمائة وصلوا خلال الساعات الست وثلاثين الماضية الى جزيرة ليسبوس فيما وصل خلال الفترة نفسها اي منذ ست وثلاثين ساعة مائة وعشرون الى جزيرة كايوس فيما وصل ثمانون اخرون الى جزيرة ساموس اذا هؤلاء السبعمائة يعني العدد الاجمالي للواصلين خلال الساعات الست وثلاثين الماضية يضاف اليهم مائتان وعشرون كانوا وصلوا يوم السبت الماضي على متن خمسة قوارب اربعة منها وصلت الى هنا الى جزيرة ليسبوس والقارب الخامس وصل الى جزيرة ساموس في العموم موقف السكان هنا موقف في معظمه معاد للاجئين بعض اللاجئين تعرضوا للضرب عندما حاولوا امس الاقتراب من احد القوارب عند نقطة ساحلية قريبة من هنا من حيث انا موجود في مدينة ميتليني كبرى مدن جزيرة ليسبوس وايضا ضرب صحفيون ومصورون بعضهم يعمل لوسائل اعلام اجنبية وهم يحاولون تغطية غضب السكان اليونانيين على اللاجئين رفضا لتوافد المزيد منهم من تركيا سارة نعم حسين ماذا عن المواقف الرسمية اليونانية ثم الحديثة كذلك عن مواقف اوروبية داعمة لليونان في هذه الازمة الموقف الرسمي اليوناني تمثل فيما اعلن عنه كيرياكوس ميتسو تاكيس رئيس وزراء اليونان الذي بدى حازما في لهجته عندما توجه الى اللاجئين قائلا ننصحكم بعدم الدخول الى اليونان اذا لم تكن لديكم اوراق قانونية سنعيدكم من حيث اتيتم اضاف قائلا ميتسو تاكيس ان حدود اليونان هي حدود اوروبا الخارجية وسنحميها ونطلب دعما اوروبيا اعلن ايضا ان مجلس الامن القومي في اليونان اتخذ قرارا برفع مستوى الردع الى حده الاقصى حزم اذا على المستوى الرسمي وغضب على المستوى الشعبي وتعقيدات ستواجه اللاجئين حتى لو نجحوا في الوصول باعداد كبيرة الى هنا وهو امر مستبعدهم عن طريق البر يقدر عدد الواصلين منهم باكثر من الفين والواصلين بحرا كما ذكرت لك حوالى تسعمائة وعشرين وهذا العدد قليل جدا بالمقارنة مع ما كان الامر عليه عام الفين وخمسة عشر اذ كان يقدر عدد الواصلين يوميا من سوريا عبر تركيا الى اوروبا حوالى ستة الاف يوميا العداد قليلة وحتى الذين ينجحون في الوصول الى اليونان سيواجهون صعوبة في العبور نحو مقدونيا التي اقامت سياجا شائكا وجدران طولها سبعة وثلاثون كيلو مترا بعد مقدونيا الامر في صربيا سيكون معقدا وسيكون اكثر تعقيدا في المجر التي يعرف رئيس وزرائها فيكتور اوربان بمعاداته للاجئين الوصول بعد المجر الى النمسا سيكون صعبا جدا والمانيا بعد النمسا ايضا لن تستقبل المزيد من اللاجئين بعد استقبالها لحوالى ثمانمائة الف منهم عام الفين وخمسة عشر سارة حسين اقنيبر موفد الحدث الى اليونان شكرا جزيلا لك موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا الوصف القانوني انه ما يحدث هو يعني للأسف مأساة كبيرة تتجدد مرة اخرى يعني وهناك اسباب سياسية بحتة ومن يدفع ثمنها هو اللاجئ العراقي او السوري او الافغاني او الاسيوي الذي يحصل الان على انه هو هذا ما يسمى بالافتزاز السياسي العلني دول اتحاد الاوروبي للأسف موقفها لحد هذه اللحظة هو موقف خجول بنفس الوقت الامم المتحدة هو موقفها كذلك موقف ضعيف بريطانيا كدولة انه ينظرون للامور الان من زاوية على انه لابد ان يكون هناك اجتماعات اجتماع قريب لتناول حيفيات الازمة وكيفية الوصول الى حل هذه الازمة على موجهة نظري لا يوجد لها حل يعني آني في اللحظ لانه الاعداد كبيرة التهديد مستمر الابتزاز مستمر بنفس الوقت الذي يحصل على انه الحلول الترقيعية لا تخدم القضية لانه هؤلاء صار لهم اكثر من ثلاث سنوات نعم سيد سعدون ولكن هنا نتحدث عن مسارين مختلفين طريقة تعامل الاوروبيين مع هذه الموجة الجديدة من الهجاء او الوجوء سوريون نتحدث عنهم كلاجئين لوجوء انساني اما العراقيون الافغان الباكستانيون غيرهم من الجنسيات فهم من المهاجرين الاقتصاديين هكذا يوصفون كيف تتعامل الدول الاوروبية مع الصنفين سؤال جدا مهم بالنسبة لضباط الهجرة في الدول الاتحاد الاوروبي ان كانت بلجيكا فرنسا بريطانيا تحديدا من خلال تعامل مع ملفات كثيرة انه تنظر الى تدرس الملف دراسة بحتة وكاملة انه شخص هذا استحق ضمن الوثائق المهمة ان يقدمها ان حياته بقطر في بلد الاصل سوف يمنح الحماية في نفس الوقت انا ربما اختلف معاك قليلا العراقيين لا يبحثون عن هجرة اقتصادية العراقي ان كان الاستاذ الجامعي او رجل الاعلام مثل حضرتك يعني محامين حياتهم بقطر يغادرون العراق ويمنحون يعني الحماية ضمن ما يملكون من ادلة وموثقة تثبت انه في حالة عودتهم الى بلدهم الاصل سوف يتعرضون الى خطر الموت اللي يحصل على انه دول اخرى مثل افغانستان او غيرها او المغاربة تحديدا مغرب العربي تونس الجزائر نعم هذه هي هجرة اقتصادية اتفق معاك السؤال اللي هو الان يطرح نفسه كيف الان يتم التعامل مع وضع انساني معقد ضمن ظروف معقدة ومجرد الاستنكار او حتى رئيسة الوزراء ميركل استنكرت ما قامت به الحكومة التركية الرئيس الفرنسي وعد على انه يحاول المساعدة الكلام حقيقة الاعلامي لا يعطي نتيجة الحل الحقيقي هو انه محاولة توزيع اللاجئين الذين خرجوا الان بطريقة متساوية وضمن وضع انساني يحتاج الى المساعدة في الظرف الحال نعم احياء اتفاقية 2016 حول اللاجئين بين تركيا والاتحاد الاوروبي ام الحديث عن اتفاقية جديدة ام تعديل الاتفاقية السابقة ما المتاح الان بعد هذا الاجتماع المرتقب للاتحاد الاوروبي لا بد ان يجدون الحلول انه ان طلب الرئيس التركي ام ما لا بد انه حقيقة ليس لديهم خيار احياء لربما هناك تعديلات على بعض القرارات التي اتخذت سابقا المشكلة الكبيرة انه ما ممكن اللاجئ الان ان كان اراقي سوري لوصل الى الحدود اليونانية عن ايتمعات لان تركيا سوف ترفض دخوله الى اراضيه مرة اخرى لذلك انه مسألة انسانية صعبة بحتة لا بد ان البريطانيا كدولة كبيرة عظمى حقيقة بامكانها انه استيعاب الاف اللاجئين وتوفير لهم الحماية وجراسة ملفاتهم اللي يستحق يعطوه الحماية اللي لا يستحق بامكانه انه يعادت الى بلد الاصل ضمن وضع قانوني كنت معنا من لندن القانوني والبحث في شؤون الهجة احمد سعدون شكرا جزيلا لك وحدث اليوم الصامر وفيه ايضا رئيس الوزراء اللبناني يقول ان بلاده في حالة ترهل الى حدود العجزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لاننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لاننا ننفرد بالوجود في بث اخباري متصل ل24 ساعة اصبحنا الحدث بعد تعطر مفاوضات المسارات الثلاثة الاممية حول ليبيا والتي تتعلق بالشق السياسي والعسكري والاقتصادي طلب مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسن سلامة طلب باعفائه من منصبه سلامة قال في تغريدة له على تويتر انه سعى لعامين ونيف للمشمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد واشر الى انه بعد قمة برلين وصدور القرار 2510 انطلقت المفاوضات رغم تردد البعض اضف ان صحته لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الاجهاد وفق قوله وختم التغريدة بالاعلان عن طلبه من الامين العام الاعفاء من مهمته متمنيا لليبيا السلم والاستقرار وسنعود لاحقا لمناقشة الملف الليبي ولكن الى الان ننتقل الى الملف اللبناني اذ قال مصدر مقرب منها الحكومة اللبنانية المستشارين الماليين والقانوني للبنان جون محادثات مع حملة الديون المقاومة بالدولار بشأن اعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا الى اتفاق هذا وكانت الحكومة اللبنانية عينت الاسبوع الماضي بنك الاستثمار لازعد ومكتب المحامات لتقديم المشورة المالية والقانونية لها وقال لبنان انه سيعلن هذا الاسبوع قررا بشأن سندات دولية مستحقة في التاسع من مارس حجم هذه السندات 1.2 مليار دولار كما تستحق سندات دولية اخرى في ابريل ويونيو ومن المتوقع على نطاق واسع تعيد البلاد هيكلة السندات السيادية بعد ازمة اقتصادية عصفت بالبلاد هذا وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسن ديابنا البلاد في حالة ترهل الى حدود العجز وان اللبنانيين قلقون على مستقبلهم مشيرا الى ان لبنان لم يعد في الوضع الراهن قادرا على حماية الشعبة بكل اسف الدولة اليوم في حالة ترهل وضعف الى حدود العجز والوطن يمر بمرحلة عصيبة جدا واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم والخوف يتمدد من الوضع المالي الى الاوضاع الاقتصادية والواقع الاجتماعي والظروف المعيشية وصولا الى الهموم الصحية الداهمة بكل صراحة لم تعد هذه الدولة في ظل واقعها الراهن قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم وبكل شفافية فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها وبواقعية تراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة الى حدود التوقف الكامل وبالعودة الى الملف الليبي والحديث عن طلب المبعوث الاممي غسان سلامة بإحفائه من منصبه انضم الينا لمناقشة هذه التطورات من منغازي الدكتور احمد عبدالله العبود الاكاديمي والسياسي الليبي دكتور احمد اهلا بك على شاشة الحدث وفي حدث اليوم اذا بعيدا عن الشق الصحي الذي تحدث عنها المبعوث الاممي غسان سلامة كيف تفسر هذه الاستقالة؟ اولا مساء الخير تحية لك ولمشاهدي قناة الحدث لا استطيع ان اقول بان الرجل شهد خلال الفترة الباضية في محاولة الوصول الى حل سياسي وهو ورث تركة طويلة وتركة بليئة بالمشاكل خلفها صراحة المبعوثون السابقون الذين سبقوه وبالاضافة الى ذلك ارت الاتفاق السياسي الذي رفض شعبيا ورفض ايضا من قبل البرلمان لذا قدم خطته عبر ثلاث مراحل تبدأ به محاولة تعديل الاتفاق السياسي والدهاب الى انتخابات تشريعية ورئاسية وايضا للمؤتمر الجامع فيما بعد بدأ واضحا بان طرق الحل السياسي بدأت تذهب بعيدا وبان لا هناك ضيء او نور في اخر النفق فشل كل المحطات التي رعاها المجتمع الدولي لإيجاد حل السياسي في لقاءات القائد العام القوات المسلحة العربية الليبية وفيس الراج الذي كان أسيرا للميليشيات اليوم فيس الراج والمجلس الرئاسي أسيرا للميليشيات وأسيرا للنفوذ التركي صراحة إذن الرجل ورث التركة مليئة من المشاكل وحاول واجتهد إيجاد حلول سياسية فيما بعد برغم أنه أكثر مبعود دولي تحصل على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة وتحصل أيضا على الدعم الدولي لابد أن نعترف لسلامة بذلك فيما بعد حاول واجتهد أن يجد مصارا سياسيا يتجاوز الأحداث الصاخنة التي تمر بها ليبيا فكانت برلين وبعد برلين هناك المصارات التلاتة في واقع الأمر سلامة صدمة بتلات تشكريات أو معضلات رئيسية المعضلة الأولى هي عدم رغبة وجدية وأيضا ضعف المجلس الرئاسي في إيجاد حل سياسي ثانيا الميليشيات المسيطرة على القرار السياسي لهذا المجلس ثالثا تيار الإسلام السياسي الموجود في مجلس الدولة والذي أصبح معرقلا لكل الحلول التي قدمها سلامة وآخر هذه العراقيل أو آخر هذه المطبات التي قوبلت من قبل سلامة كان صراحة مقاطعة بلس الدولة نعم ولكن دكتور أحمد حوار جنيف ووضع شروط سلامة حمل الكثير ومن كل الأطراف حتى مجلس النواب كان يتهم غسان سلامة بتعطيل أي مسارات وبالخضوع للطرف الآخر هل يعني أنا القادم بعد سلامة سيستطيع التعامل مع كل تعقيدات هذا الملف الليبي؟ أولا لابد أن ننتظر حتى يقبل الأمين العام الممتحدة سيد جوتيرس طلب سلامة عفائه من هذه المهمة أعتقد بأن ما بعد سلامة سوف تستمر السيدة ستيفاني ويليامس بإدارة الملف إلى حين تعيين مبعوط جديد وأعتقد بأن المبعوط الجديد سوف يصدد بثلاث رغبات الرغبة الأفريقية أن يكون المبعوط القادم ممثلة للاتحاد الأفريقي الرغبة العربية أن يستكمل المبعوط عربيا بترشيح من جامعة الدول العربية والدول العربية القريبة من ملف الليبي وخاصة دول جوار مهمة سلامة وهو استكمال لمصار الأمم المتحدة الحالي وهناك أيضا التنافسات الدولية داخل ملسل الأمن في من يخلف الدكتور سلامة إلى هذه اللحظة لم نسمع رأي الأمم المتحدة ورأي الأمين العام الرجل عانى من مشاكل صحية هذا ما كان واضحا في تغريدته الأخيرة وعانى من تعقيدات صراع في الملف الليبي وعدم وجود إطار جامع أعتقد بأنه كان على السيد سلامة أن يستند على مخرجات مؤتمر ترونة الأخير الذي حضره أكثر من 3000 ممثل من أبناء الشعب الليبي القبائل تقصد الرأي والسياسة نعم دكتور أحمد تقصد اجتماع القبائل في فرونه نعم لأنه حدد إطار تفاوضي إذا ما ذهب سلامة لهذا الإطار واعتمده كمرجعية لكان أزاح عنه العديد من المطبات التي تواجهه والتي تعرقل من عمله هو يقول دكتور سلامة بأن المصار الخمسة زي الخمسة العسكري يحقق نجاحا المصار الاقتصادي يحقق نجاحا في القاهرة كانت جلسة مهمة للغاية المصار السياسي لم ينعقد أعتقد بأن هناك فصحة من الوقت إذا ما أراد الدكتور سلامة استكمال هذه المهمة أن يرتب هذا الملف وفقا لترتيبات جديدة واحد ضمانات بما يخص جدوى الأعمال اثنين الاستماع جيدا لصوت الشارع الليبي لكون أن الليبيين يرون بأن من يمثلون المصار السياسي في تركيبته أوزانهم من حيث الشارع ودعم الشارع لهم أوزان محل خلاف فبالتالي عليها أن لا يكرر أخطاع الصخيرات التي كانت محل رفض الشارع الشعبي والبرمان كل هذه المقدمات تقول بأن أمام الدكتور سلامة أو بديل الدكتور سلامة أو من يحل محله تحديات جمة والمقاربة الحقيقية تبدأ في تشخيص المشكلة المشكلة الرئيس هو مشكلة عملي يتعلق بالميليشيات ويتعلق بذلك المرتزقة القادمون ونبي المزدوجين التنظيمات الإرهابية التي تقوم تركيا بشحطهم لليبيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق هذا في مصار المصار الثاني الميليشيات وأليات تفكيك هذه التنظيمات الميليشيات ونزع أسلحتها ملفات كثيرة معقدة وأيضا ترتيبات أمنية نعم يقودها الجيش لإنجاز إنجاز الملف الأهم والأعمق وهو تفكيك وإخلاء العاصمة من الميليشيات نعم الملف العسكرية الأبرز والأهم في السياقة الليبي في كل أحوال انتهى وقت ذي المقابلة وعذرا على المقاطعة كنت معنا بمنغازية الدكتور أحمد عبدالله العبودة الأكاديمي والسياسية الليبي شكرا جزيلا لك وحدث اليوم مستمر وفيه أيضا الحدث تحاول أول مريض أصيب بفيروس كورونا في الأردن لمعرفة القصة انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير أحداث كل يوم في كل الأماكن تؤثر وتتأثر كل يراها من زاويته ووجهة نظره لم تر منطقتنا هدوءا منذ سنوات أجواء أصبح يسودها التوتر تسكنها الفنطة وتحكوها العشوائية سنوات تركت آثارا ستبقى طويلا في الزاكرة نحن في قلب الحدث وجزء منه نعيش الخبر وننقله كما هو من القاهرة العاصمة التي لا تنام وتختلط فيها أصوات البشر وحكاياتهم بالأحداث التي ما أنتقى حتى نسمع صداها يتردد في كل مكان اقترب معنا من الناس من قلب الأحداث وكن جزءا من القاهرة الآن على الهواء مباشرة واشارك معنا حصريا على منصاتنا الإلكترونية القاهرة الآن الليلة التاسعة بتوقيت القاهرة على شاشة الحدث تزايد أعداد المصابين في عدد من الدول العربية ودول منطقات الشرق الأوسط بفيروس كورونا في آخر المستجدات للإقام في دول المنطقة تونس أكدت إصابة مواطن عائد من إيطاليا بالفيروس أما الجزائر فسجلت حالتين مصابتين بفيروس كورونا وفي العراق فأخر الأرقام تتحدث عن إصابة 25 حالة بينهم إيراني رحل إلى بلده أما في لبنان فوصل عدد المصابين حتى الآن إلى 13 السعودية أيضا أكدت أن لديها حالة إصابة بكورونا وفي قطر أعلنت السلطات أن عدد المصابين بفيروس بلغ سبعة أما في سلطنة عمان فوصل عدد المصابين إلى أربعة بعد تمثل حالتين للشفاء حج 2367 شخصا فيما بلغت عدد الحالات المصابة بالفيروس في الإمارات إلى 21 حالة وفي البحرين بلغ عدد المصابين بالفيروس 49 أما في الكويت فعدد المصابين وصل إلى 46 أكدت السلطات الأردنية أولى حالة إصابة بفيروس كورونا بعد الاجتباه بشخصين تم فحصهما للتأكد من إصابة أحدهما بالفيروس وقامت الجهات المعنية بوضعه في الحج الصحي كما قامت بإرسال فريق تقصي طبي لفحص عائلة المصابة قمنا بإحضارهم صباحا وأعدنا الفحص وقبل ساعتين بالضبط طلعت نتيجة أحدهم وكانت إيجابية للإصابة بفيروس كورونا وتم التحفظ ووضع الشخصين في العزل الطبي وتحت إشراف فريق مختص وفريق التعامل مع الحالات هاي يجري الآن إرسال فريق تقصي طبي لفحص عائلة المصاب وتعقيم أو تطهير المنزل والتحفظ أو وضع العائلة إذا كانت مصابة أو غير مصابة وإذا كانوا غير مصابين سيبقون على الأقل لمدة 14 يوم في الحجر الصحي المنزلي وإذا كانوا مصابين سوف ينقلون إلى المستشفى ومعنا عبر الهاتف من عمان محمد الحياري أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الأردن سيد الحياري أهلا بك سيد الحياري سنحاول العودة مرة أخرى إلى أول حالة مصابة في الأردن سيد الحياري لاحقا ولكن إلى الآن ننتقل إلى مرسلين من الرزائر ينضم إلينا مرسل الحدث عبد القادر خربوش ومن عمان مرسلة الحدث سوها جميل ومن القاهرة ينضم إلينا مرسل الحدث أحمد باقاتو أهلا بكم جميعا إذن البداية من الجزائر حالتان مسجلتان في الجزائر جديدتان أمس في البوليدة تحديدا ماذا في كل التفاصيل المتوفر عبد القادر؟ إلى اللحظة أخر المعلومات التي وردتنا من المدينة البوليدة هناك عدد كبير من المشتبه بإصابتهم بأعراض فيروس كورونا هناك من يتحدث عن ثماني أشخاص تم وضعهم تحت الحجر الصحي بمستشفى بوفاريك حيث يوجد جناح خاص للأمراض المتنقلة والمعدية الأشخاص هم مجموعة طلاب احتكوا بطالبة هي ابنة الوالدة أو المرأة المصابة بفيروس كورونا وابنتها وشقيقة البنت الذي تم الإعلان عن إصابتهم مؤكدا بهذا الفيروس تماني طالبات تقدموا أو تم أخذ عينات من دمهم وحولوا إلى مخبر باستور للتأكد من إصابتهم بهذا الفيروس لأن بدت عليهم أعراض الحمى وأعراض الإنفلونزا لحد الآن لم يتم التأكد من إصابتهم بهذا الفيروس هناك معلومات أخرى ولدتنا بستة أشخاص آخرين تم فحصهم وهم أقرباء لهذه العائلة المصابة حضروا حفل الزفاف حضره الفرنكو الجزائري الذي قام بتوريد هذا الفيروس نعم عبدالقادر سنعود لاحقا إليك عبدالقادر ولكن عبدالقادر من فضلك وسوها وكذلك أحمد سنعود لاحقا إلى مرسلنا ولكن الآن معنا عبر الهاتف من عمان محمد الحياري أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الأردن سيد الحياري أهلا بك سيد الحياري نريد أن نسألك في البداية نسألك في البداية عن وضعك الصحي الآن أول شيء أنا أعوذي توجه سعي للجمهور ولمشاهدينك الكرام عنا وضع الصحي كثير ممتاز الحمد لله ما رعاني من أي مشكلة حاليا الفيروس تعبني يومين وعرابه كانت بادي علي يومين وبعدين تعديت المرحلة وجيت فحصت والحمد لله قامت وزارة الصحة وهم بالأردن مشكورين يعني بعمل الإجراءة احترازية فورا بعد تأكيد إصابة بالفيروس والحمد لله صحتي جيدة أنا في غرفة بالحجر الصحة الآن في إحسن المستشفيات العاصمة والحمد لله الأمور كلها تمام وما في هنا أي مشكلة يعني نعم سيد العياري ما الأعراض التي شعرت بها التي تتحدث عنها والتي قلت إن من يومين فقط كنت تشعر بهذه الأعراض أولا العراض أول عرض صار معي اللي هو التعب اتعبت وطبعا عشان المشاهدين يكونوا عارفين أنا رجعت من إيطاليا بفاريخ 15-20 قبل ظهور الفيروس في إيطاليا يعني ما كان بحكوا عن الفيروس كورونا في إيطاليا أو ما كان حتى وارد يعني هذا الكلام بعد ما أنا رجعت على الأردن بـ 15-2 بأسبوع أو 8 أيام تبين أنه في حالات كورونا في إيطاليا بالشمال الإيطالي وصاروا يعملوا حجر على الناس اللي بيجوا من إيطاليا فأنا ما أشملني هذا الموضوع لأنه أنا أصلا كنت مروح قبلها بـ 8 أيام فما كان في كورونا أصلا بإيطاليا ولا تبين أنه لا فيش في الحضانة المرض دي هاي الخطيرة بالموضوع اللي هي بتوصل لـ 23 يوم فترة حضانة المرض اللي ما بيكون حاجة عارة إنه واصلا مصاب فالحمد لله أول ما اكتشفوا الإنفاضة يعني استخدوا الإجراءات اللازمة فورا طبعا من حجر لفقصات لفحص طبعا الأماكن اللي توجدت فيها والحمد لله أنا ما اختلط معناه كثير الفترة لفاتت لأنه كنت مأتشف للبيت وطبعا الأمور تحت السيطرة الحمد لله بالأردن يعني ووزارة الصحة عارض عمل احتواري يعني شديد جدا من ناحية تطهير المنزل تطهير السيارة الأشخاص طفية الأشخاص العيل في الفترة انتحصهم حتى كمان يعني حقولي أنه كل الناس اللي خالبتهم إذا بيحبوا أنهم يبحثوا قلت لهم أكيد بيحبوا أن درنوا عليه فخصصوا لهم المكان نعم عندما ببحثوهم فالسيارة كلها يعني الحمد لله تحت السيطرة وأنا رضحت كثير ممتازة والفاروس هذا كثير أخذ أكبر من حجمه يعني من ناحية العراض وميش اللي بيعمل بالبني هذا نعم سيد محمد وهذا السؤال الأعراض التي شعرت بها شعرت بأعراض الزكام العادي أم أعراض أخطر لا لا هي تعب بالبداية أول عرض التعب رقم اثنين حرارة صار فيه حرارة تجيب تروح يعني متقطعة وضيقه مثلا أنت بتفكر ضيقه النفس من التعب ولكن هو أو بتتكره انتهاب قطبات لشخص يعني لكن هو مش مش انتهاب قطبات يكون طبعا أكيد فيروس كورونا بس اللي بي أوجهه كمان من خلالك العدوى بهذا المرض مش بشي سهل لأنه أنا صار لي تقريبا ثلاثة سبيع مع صديقي اللي هو أصلا سافر معي ورجع معي وبشتغل معي وأنا وإياه مع بعض طول الوقت بفترة الثالثة هو الحمد لله أنا فيش تطلعك سليمة ومش معدي وهذا بدل أنه مش بساهل إن الواحد ينطل المرض أو يعد فيه حد يعني بسهول ماذا محمد عن عائلتك وضعك العائلي بداية المتزوج أم أعزاب لديك أولاد وثانيا هل فحص كل أفراد العائلة نعم نعم تحصن جميعا الحمد لله وإن شاء الله أنهم بخير ويعني كلنا تحت السيطرة عنا بالأردن إن شاء الله نعم بعد ظهور الأعراض كيف قررت لتجاه إلى ربما المستشفى لفحص هذه فيروس كورونا من أين جاء القرار من المخاوف من الفيروس أم تأكد منذ البداية بين الأعراض مختلفة لا أنا صراحة يعني من باب الخوف وفلان نحكي يعني من مباب الوازع أنه أنا لازم أروح أصحف يعني أنا رح أصحف وكانت في لأنه أنا موجود كنت في المنزل يعني وعادي وما كانت يعني حتى المرض أنا قلت بالسحل لكن قلت لازم أروح أصحف أنا فأنا اللي رحيت على وزارة الصحة وأنا اللي رحيت طلبت الصحف نعم سيد محمد في سؤال أخير ما النصائح التي تقدم إلى أي شخص ربما يشعر بهذه الأعراض الأعراض الزكام العادي أو حتى أعراض أخطر بقليل والاشتباه بفيروس كورونا أنا طبعا بنصح كل اللي بيسمعوني كل اللي بيسمعوني طبعا اللي كان في مناطق موبوقة أو البلدان اللي فيها هاي الحالات على طول أول ما يشعر بأي حالة طبعا لازم كإدراء وقائي غفيل الأيدي بالصابون والماء الساخن دائما دائما غفيل الماء يعني لأنه هذا المرض بلتقل عن طريقة الغذاب أو لمس الأفضح المصارب الفيروس فأنا بحكي أنه بغضح الكل الغفيل الأيدي بالماو الطبو الضروري جدا رقمتنا أي واحد بتحس أنه عنده هاي الأعراض أو صار عنده بكتنفس أو حرارة أو تعب شديد أنه يراجع فورا أقرب مستشفى لأنه ممكن يكون هو يعني بيحميناس كثير وهو يعني مش حاس يعني كنت مع نعب الهاتف من عمان محمد الحياري أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الأردن شكرا جزيلا لك ونعود لشبكة مرسلين من الجزائر مرة أخرى مرسل حدث عبدالقادر خربوش ومن عمان مرسلة الحدث سوها جميل ومن القاهرة مرسل الحدث أحمد بقاتو أهلا بكم جميعا مرة أخرى سوها الأردن حالة مؤكدة مسجلة اليوم وحالة أخرى في الحجر الصحي ماذا في التفاصيل والإجراءات المتخذة طبعا المخاوف اليوم بادت شبه مؤكدة خاصة وأن المواطن محمد منذ 15 يوما وهو في الأردن كان يذهب إلى العمل ربما هذه هي المخاوف من انتقال هذه العدوى ولكن مع خروج وزير الصحة اليوم في مؤتمر صحفي قام ببعض يعني الإرشادات للمواطنين نحن في مجتمع أردني منع يعني يعني ذهب إلى نصائح لمنع التقبيل أو التواجد في التجمعات كما أنه قال في هذا المؤتمر في حال وصول الحالات في الأردن إلى 20 حالة سيتم من الممكن الإجراءات الوقائية الكبيرة مثل منع الطلبة أو إغلاق المدارس ومنع التجمعات هذا اليوم نحن في مستشفى العزل هناك 43 حالة دخلها منذ انتشار الفيروس 240 حالة ولكن هؤلاء تم نقلهم من مستشفى العزل الصحي في مستشفى البشير إلى أحد الفنادق المتخصصة طبياً في عمان الأمور الآن تحت السيطرة هذا المواطن قام بعرض نفسه تلقائياً للفحص وتم يعني التعامل مع عائلته والفحوصات ولكن صديقه المقرب له تم وضعه أيضاً في الحجر الصحي وقائياً واحترازياً اليوم الأردن يعني ومنذ بداية هذا الفيروس منع دول مثل إيران من الأجانب وغير الأردنيين الأجانب تم منعهم من الدخول ولكن الأردنيين القادمين من إيران أو من كوريا الجنوبية ومن الصين تم وضعهم فور وصولهم إلى مناطق العزل الصحي أو مستشفى العزل الصحي أيضاً الوزير دعا الصحافة اليوم في كثير من التساؤلات أن هذه الحالة كيف دخلت إلى الأردن دعا أي فريق صحفي للذهاب إلى المطار والتأكد من أن الأردن يعني جاهز وقائياً بكواشف حرارية على المطارات وعلى المعابر إضافة إلى أن الكوادر الطبية المتواجدة في المطارات اليوم هي محصنة طبياً بالأدوات الطبية وفي الكمامات هناك بعض المسافرين سارة يأتون ترانزيت إلى الأردن وتم وضعهم في منطقة خاصة للعزل وإن كان هناك أحد المشتبه به بإصابة بفيروس كورونا أيضاً تم تخصيص مكان مخصص له للعلاج داخل حرم المطار نعم ماذا عن القاهرة مصر حالة أولى مسجلة كيف تتعامل القاهرة مع هذا الإعلان نعم يعني صار يمكن القول أنه بالأحرى هذه الحالة الثانية الحالة الأولى كانت لصيني كان أو قدم إلى مصر خلال الأيام الماضية وتم الكشف عليه وثبت إيجابية حالته وهو وخضع للحجر الصحي وبعد أن تم التأكد من شفائه تماماً تم تركه ليعيب صورة طبيعية كما قالت وصلاة الصحة أنه لا خوف من نقله المرض لأي شخص لأنه شفيا تماماً من كورونا الحالة الثانية والتي أثرت الكثير ما الجدل كانت أمس لشخص كندي قادمة من كندا في آخر فبراير وقاب بعمل ترانزيت في ألمانيا لمدة أربع ساعات ومن ثم بعد ذلك قادمة القاهرة هو يعمل في شركة بترول اسمها الخالدة في منطقة سيوة بصحراء مصر الغربية عندما أحس بأعراض يعني أعراض شبيهة بألفلوانزا قام بالتوجه إلى المركز الصحي القريب منه تمت الاشتباه بحالته وبإصاباته بفيروس كورونا تم توجيهه إلى مستشفى نيجيلة التي كانت بالصدفة قريبة من هذا المكان في سيارة سيارة ذاتية العزل وتم التأكد أنه مصاب بهذا الفيروس على الفور قامت وزاة الصحة بمعرفة الأشخاص الذين كانوا ملاصقين له بصورة تامة وهم سبعة أشخاص تم وضعهم في الحجر الصحي بعد ذلك تم الحديث أو تم منع دخول أي أشخاص أو خروج أي أشخاص من هذه الشركة تماما هناك ألف وخمسمائة موظف في هذه الشركة وضعوا تحت الحجر الصحي في أماكنهم هم ملاصقون أو يعني هم مخلطون محتملين هناك محتملين أبعد حوالي ألف وربعمائة وسبعة وعشرين شخصا آخرين تم إخبارهم عن طريق وزاة الصحة بأن يلزموا بيوتهم وعندما يشعروا بأي طارق ربما يتحدثوا أو يجب عليهم أن يتحدثوا مع أقرب مشفى هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ميسو تقول أنها تتعامل مع الأمر كالبرتوكول الذي تقوله وزاة الصحة العالمية وزاة الصحة ورئيسة تقول أنها لا تخفي شيئا ولا تستطيع أن تخفي شيئا ووضحت الفكرة أحمد لها متعلقة بالتعاون بينها وبين منظمات الصحة العالمية أيضا شيئا نعم وضحت الفكرة وللأسف انتهى الوقت تماما من القاهرة كنت معنا مرسل الحدث أحمد باقاتو من الجزائر كان معنا مرسل الحدث عبدالقادر خربوش ومن عمان مرسلة الحدث سهى جميل حالة وفاة أما الإصابات فبلغت ألف وخمسمائة وواحد هذا وتدولت مواقع إيرانية مقطع فيديو تم تسريبه من كلية الطب بمحافظة جلستان يتحدث فيها الدكتور عبدالردا فاضل رئيس كلية الطب عن حجم الإصابات بفيروس كورونا كذب السلطات بشأن التعيينات السلبية وأكد أنهم اكتشفوا خمسمائة وأربعة وأربع وتسعين حالة فقط في محافظة جلستان حول كورونا كثير من الشائعات وقليل من الحقائق نستعرض معكم مشاهدين ما يجب أن تصدقوه وما يجب أن تفعلوه لتحموا أنفسكم من الفيروس نوضح لكم بعض المعلومات المغلوطة بشأن الفيروس والإجراءات التي قد تقومون بها دون أن توفر لكم أو أن توفر لكم الوقاية من هذا المرض هل وضع الكمامة يقيكم فعلا من المرض؟ الاحتقاد بأن ارتداء الكمامة سيمنع الإصابة بالفيروس هو احتقاد خاطئ لأن وضع الكمامة إجراء مفضل ولكن المصاب لتقليل احتمالات نشر العدوى فماذا عن نسبة الإصابة؟ هناك احتقاد شائع بأن احتمال الإصابة بكورونا أقل بكثير من الإصابة بالإنفلوانزا لكن الصواب أن مصاب الإنفلوانزا ينقل العدوى لـ 1.3 شخص بينما ينقل مصاب الكورونا العدوى لـ 2.2 شخص الفيروس هذا السؤال الأخير تم تصنيعه في معامل شائعة أخرى تقول لنا الفيروس من صنع الإنسان لكن المؤكد أن الفيروس المستجد انتقل بشكل طبيعي من الحيوان إلى الإنسان إذن هل هو فيروس قاتل؟ هناك احتقاد بأن وقوع وفيات جراء الفيروس تعني أنه قاتل لكن ما ينسه البعض أن 81 من المصابين يتعفون تلقائيا بينما 4% حالة حرجة و 2% فقط وفيات تقريبا هو مفهوم شائع أيضا وهو الأهم هنا ويتعلق بكيفية انتقال الفيروس من المريض إلى شخص آخر الاحتقاد الخاطئ أنه ينتقل بشكل فاعل عبر الهواء حينما يتنفس شخص قرب المصاب لكن الفيروس حقيقة ينتقل بشكل أكبر عبر اللمس وهنا نتحدث عن الأسطح التي يعيش عليها الفيروس وما يتم لمسها ثم يقوم الشخص بملامسة فامه أو أنفه فهنا يتم نقل الفيروس من الأسطح للجسم مباشرة الفيروس هو في احتقاد بأنه لا يصيب الأطفال في الواقع هذا الاحتقاد كذلك خاطئ الأطفال المحصنون من الإصابة بكورونا احتقاد خاطئ الصحيح بين نسبة إصابة الأطفال أقل حقيقة فعلى سبيل المثال من بين أربعة مئة مصاب بإيطاليا هناك خمسة أطفال فقط مصابون طريقة تشخيص الإصابة هي أمر يثار حوله الكثير من الجدل فهل هناك احتقاد بإمكانية تشخيص الفيروس من أعراضه؟ في الواقع هذا الأمر صعب وخاطئ لأن أعراض الفيروس تتشابه مع الإنفلوانزا ولكن لا يمكن تشخيصه سريريا فماذا عن التساؤل الآخر الخطير؟ تسلم شحنة مرسلة من الصين مثلا هل تنقل العدوى؟ في الحقيقة الخوف من الانتقال انتقال العدوى عبر شحنة مرسلة من دول هي بؤر للفيروس؟ خطأ شائع لأن عمر الفيروس على السطح ساعات فقط وسيموت بالتأكيد قبل أن يصل إليك ولمناقشة كل هذه المفاهيم الخاطئة أو المفاهيم الصحيحة كذلك حول انتشار الفيروس والجوانب الصحية لانتشار الفيروس والوقاية كذلك من هذا الفيروس ينضم إلينا مباشرة من بيروت الدكتور غسان الأعوار الطبيب الاختصاصي في الأمراض الجرثومية دكتور أهلا بك على شاشة الحدث وفي حدث اليوم إذن أشرنا للعديد من النقاط الصحيحة والأخرى الخاطئة التي هي منتشرة الآن بين الأفراد في الدول العربية وفي العالم حقيقة أنه يقتل 2% إلى غاية 5% من المصابين هل تجعل التعامل مع هذا الفيروس بطريقة أسهل وكذلك بطريقة بالنظر إليه أنه يمثل أقل خطورة حتى من الأمراض الأخرى؟ بالنسبة لعدد الوفيات الناتجة عن الكورونا فيروس المستجد في وقتنا الحاضر أصبحت الإحصائيات الطبية واضحة في هذا الموضوع ونسبة الوفيات تتمحور حول الواحد بالمئة بعض الدراسات تقول أنها يمكن أن تكون أعلى من ذلك 2% ولكن المأخذ على هذه الدراسات بأن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى لم يحصى بالكامل لأنه لم تجرى فقوص طبية لعدد أكبر من الأشخاص فعندما تحصى يكون عدد الوفيات نسبيا أقل لذلك عدد الوفيات الناتج عن هذا الكورونا هو حوالي الواحد بالمئة ولكن إذا أخذنا سعة الانتشار لهذا الفيروس تصبح أعداد الوفيات الكاملة الأبسوليوت ننبر يعني كم عدد الوفيات في مجتمع معين يمكن أن يكون كبير وكبير نسبيا إلى حد كبير نوعا ما لذلك نسبة الوفاة من هذا الفيروس حوالي الواحد بالمئة ولكن قابلية انتشاره واسعة جدا فمما يمكن أن يؤدي إلى عدد وفيات أكبر من غيره نظمة الصحة دكتور تقول أن 80% قد يشفون فقط دون علاج خاص هل يعني ذلك بأنه يجب التعامل معه كزكام عادي كنوبة زكام بنفس الطرق طرق العلاج صحيح صحيح أيضا بأن الإحصائيات تفيد بأن معظم الدراسات الكبيرة أن عدد الأشخاص الذين يصابون بهذه العدوى بعوارض قليلة أو بدون عوارض على الإطلاق هو حوالي الواحد والثمانون بالمئة ثم هناك 14% الذين عندهم عوارض متوسطة وحوالي 5% فقط عندهم عوارض مرتفعة أو شديدة ومن هذه الخمسة بالمئة هناك احتمال حصول الوفاة بنسبة 10 إلى 20% فقط من هذه الخمسة فلذلك كما ذكرنا بأن أكثر العدد عدد الأشخاص المعديين أما ليس عندهم أي عوارض أو عوارض قليلة والتي تشبه الإنفلوانزا نعم ولكن كما ذكرتم حضرتكم من قبل بالنسبة للمريض السيد محمد من الأردن عند الشعور بأي عوارض تشبه عوارض الإنفلوانزا أي الحرارة ارتفاع الحرارة السعال وبعض العوارض التنفسية يجب التبليغ عن الحالة واستشارة الطبيب أو المستشفى لمحاولة الكشف عن هذا هذا وقائيا ما الذي يجعل الكمامة غير مفيدة مثل ما تقول منظمة الصحة العالمية كذلك الحقيقة ارتداء الكمامة في معظم الوقت صحيح أنه لا داعي له غير مفيدة أن نرتديها كل الوقت ولكن عند اختلاط الإنسان بأشخاص آخرين وعند التحدث إليهم على مسافة متر أو أقل من متر لا بد أن الكمامة تحمي الإنسان تحمي من الرذاب الناتج عن الكلام أو عن الصراخ أو التحدث إلى أشخاص آخرين فمعظم المراجع الطبية تقول بأن الكمامة مفيدة عند اختلاط الأشخاص بأشخاص آخرين خصوصا في الأماكن المقتبدة وكذلك الأطباء والتواقم الطبية عندما يذهبون إلى معاينة المرضى والتجوال بين المرضى يضعون الكمامة بشكل مستمر خلال هذا الوقت فللكمامة فائدة معروفة ولكن استعمالها بشكل واضح عند التعاطي مع أشخاص آخرين ليس كل الوقت نعم كنت معنا من بيروت الدكتور غسان الأعوار الطبيب الاختصاصي في الأمراض الجثومية شكرا جزيلا لك ونختم حدث اليوم من هذا الفيديو حيث نشرت لاجئة سورية في تركيا فيديو تنشد المجتمع الدولي بمساعدة عائلتها حيث تؤكد كذلك أنهم عالقون على الحدود التركية اليونانية وتقول أن تركيا هي من أرسلتهم إلى الحدود وتركتهم هناك يواجهون المصيرة رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء واحد ثلاثة آلفين وعشرين يا جماعة الخير نحن منبارح موجودين الدنيا من الليل بعثونا الأتراك لهون ولحد هلأ ما فتحوا الطريق نحن لقيمت بنا نضل وناشد الضمائر الإنسانية وناشد حقوق الإنسان رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء واحد ثلاثة آلفين وعشرين السلام عليكم اشتركوا في القناة